كسب ساعتها وفاق سطيف وقبلها كسب المغرب التطواني بعدها دخل خسر من سان لورنزو اللي خسر لاحقا من ريال مدريد في النهائي فلعب ماتش تالت ورابع مع كروز أزول المكسيكي وكسب بضربات الترجيح فاخده مركز تاريت لكن دايما مشاركته ما بتكونش مؤسرة باستثناء المشاركة دي فنشوف هل التحاد بوجود نجمنا المصري محمد أحمد حجازي وعودة كريم بن زيمة وعبد الرزاق الحمد الله وانجولو كانت ولا أوكلن سيتي الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية هذا أو ذاك الأهلي ينتظر وبحضور جماهيري كبير وبتاريخ مشرف في مونديال الأندية وبثلاث ميداليات برونزية حصدها من قبل يسعى إلى إضافة رابعة إما تكون بنفس اللون أو في الضية لما لا ولما لا أن تكون ذهبية أخيرا وقبل الفاصل وهنرجع كده كده كلامنا عن كأس العالم الأندية كمان شوية إلى الزمالك عاد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري إلى تدريبات الزمالك الجامعية بعد انقضاء شهر عقوبة من جانب مجلس الإدارة على السلاسي بعد أحداث معسكر مباراة الزمالك مع زد اللي خرج منه السلاسي دون استئذان وعرض السلاسي للبيع مع إيقافهم لمدة شهر رجعوا للتدريبات النهاردة وبعد ما خلصوا التدريبات الجامعية والمشاركة مع الفريق بعيدة عن التأسيمة عملوا تدريبات تأهيلية منفردة انتظارا لحدوث قرار بقى إمتى ينضموا للتأسيمة إمتى ينضموا للمباريات وإن كان ده لا يبدو قريبا قوي يعني هتلاقي فيه صعوبة في أنهم يتمرنوا بقى مع الفريق ويدخلوا متشات لكن لسه الموضوع في محل مداولات لأنه لسه مش مقفول بنسبة 100% بسأل عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك عن القصة دي هل الزمالك هيجدد لحد منهم في حالة تنفيذ شروط الزمالك قال لي إيه شروطنا إحنا ما عندنا الشروط أصلا إحنا على موقفنا ما عندنا الشروط ولا تنزل ولا تقل ولو تنفدت أو ما تنفدتش ساعتها موقفنا يتغير أو ما يتغيرش إحنا ما عندنا الشروط موقفنا زي ما هو والثلاثي معروض للبيع ولم تصل عروض رسمية للثلاثي وحتى الطلبات اللي بتحصل من فتوح نفسه في العروض اللي بتجيله مبالغ فيها في وجهة نظر الأندية الخارجية أو في وجهة نظر الزمالك أخيرا وقبل الفاصل إلى السعودية من جديد مع الناقد الرياضي الكبير في المملكة العربية السعودية الأستاذ عبد الأعلى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر